السؤال بعد كده من حساب أم محمد بتقول السلام عليكم أنا أم محمد حضرتك أنا بصلي بس مش حافظة آيات كتير يعني مثلا أكرر سورة الأخلاص أكثر من مرة أنا كده صلاتي صحيحة إن شاء الله صلاتك صحيحة ليه طيب لإن تلاوة القرآن إحنا عندنا في بذل السادة الشافعية إن قراءة السورة دي سنة أهم حاجة تكون بتقرأ الفاتحة وتقرأ السورة تقرأ السورة بقى إيه طيب لو ما قرأتش السورة أصلا قد تكون صلاتك صحيحة عند السادة الشافعية طيب خلاص لا أنا أقرأ السورة أقرأ بعمل السنة كمان حل بس أنا عندي بقرأ بس بصورة ميزة قلوا والله أحد الإخلاص وما أقرأش غيرها صلاتك صحيح حتى لو كررت حتى لو كررت ليه طيب حتى الكلام ده حصل في عصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جهد صحابة كان فيه واحد بيصال بيه فكان دائما يقرأ سورة الإخلاص فراحه يشتكون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الراجل ده ما عنده شغل سورة الإخلاص بيقرأ علينا طول الوقت طول الوقت فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسأله ألو فلان لماذا تقرأ سورة الإخلاص فقال لحضرة النبي لأنها صفة الرحمن فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال عليه أخبروه أن الله يحبه لأنه يحب الصفة ربنا فإزايك اللي أنت بتعمليه ده لو أنت بتعمليه وقلبك حاضر مع ده فإن شاء الله صلاتك صحيحة وليس فيها أي قصور